احسن القصص مع نوها سعدي والاستاذ اعتدال ادريس اللي فاتتكم يا جمعة الخير على قناة الف الف على اليوتيوب بس تكتب الف الف اف ام تعمل اشتراك للقناة هتكون الحلقات عندك اول باول وقفنا عند امانة سيدنا موسى اللي كانت على لسان شخص شاف الاحداث هادي واحنا الان صرنا كتير في زمن نتكلم على شخص سواء بالحلو او بالوحش معلش من غير ما نعرف حتى الشخص لو عده قدامنا تعرف مين هذا حتقول كني مشبه عليه وانت اساسا ما تعرفه لكن بندل نفسنا حق نوصف ونقوله هذا مين واش وراه وكيف اخلاقه وكيف طبيعته وكمان بنتخيل شي ممكن نفتي فيه حيعمله كمان لسه ما عمله فسبحان الله نستفيد من هذه القصص نرحف استاذ اعتدال في هذا اهلا وسهلا فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل ما توقفنا عنده بالامس لما قالت له يا ابا تستأجيره انه خيره من استأجرته ايش القوي والامين هنا ايش قاله شوفوا سبحانظم قاله اني اريد طبعا انت حتقعد عندنا وبيدي انا اعوضك عليش لا تخف نجوتا من القوم الظالمين الان يعني لانه رأى فيه سماتة الانسان الصالح الرجل الصالح اللي هو ابو البنتين فرأى فيه سماتة هذا البنت قالت له استأجره طب الاب قال لا انا ما استأجره هذا رجل قوي هنا وانا خاف على بنات الضيعة فقال له ايه عرض عليه عرض قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين انا ابغى ايش ازوجك واحدة من البنتين دولي حقواني اختار منهم واحدة ايش المقابل عشان انا ازوجك هده على ان تأجرني ثمانية حجج حجج يعني ايش ثمانية سنوات طيب على انك انت تقعد تشتغل عندي ثمانية سنوات انا لك الاكل وليك الطعام وليك السكن وانا ازوجك بنتي وتقعد معايا وانا اعطيك ايش تأجرني ثمانية حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين لو تميتها عشر سنوات انا اقول لك ذاك الله خير وانا بس ما بدي اضغط عليك ان مهما كان السنتين فانت ايش هتلاقيني انسان صالح معاك وهذا شوفي سبحان الله العظيم سيدنا موسى عليه السلام قعد لما انخرج من مصر الين وصل مدين تمانية ايام ويأكل اوراق الشجر لما نوصل وقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير ربنا اعطاه الطعام والشراب وزوجوا ايضا كان وحيد اتزوج سبحانه وصار يرعى ايش الغنم هناك فقال له ايش ستجدني ان شاء الله من الصعبين فاني اتممت عشرا طيب ليش عشرا طبعا هو تفقوا على ثمانية ايه وقال له اتزا تميت عشر طبعا ما عندنا بقية القصة ايش سوى خلفت ما خلفت ولدت له ما يهمنا دايا يعني مهن لهذا ناخد اللي لما قضى موسى الاجل لما انغلق موسى السنوات طب ايت ايت اجل بيهم هل هو الثمانية سنوات للعشر سنوات ايت واحدة فيهم لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتم ايش اكثرهما واطيبهما اللي هو ايش العشر سنوات في القانون المصري شوفي رائع ربنا ردل هذا انه جريمة القتل بعد عشر سنوات تسقط عقوبتها في القانون المصري كان عند فرعون هناك شعفة فعشان كده اتم العشر سنوات فلما نوصل حتى لما ان الآية يقول موسى فرعون لما نوصل هناك لموسى وصل لفرعون فقام موسى فرعون قال ذروني اقتل موسى خلوني اقتلوا ليه عشان هو قتل هناك طب هو لو كان قدمي اقبوا على طول كان قتله بسبب الرجل اللي قتل من اول صح لكن لانه مرت عشر سنوات خلاص فتسقط هذه العقوبة فلا يستطيع عنيش ان يقتلهم هذا قانون عندهم فعشان كده اتم سألوا اذا كان تميت عشرة ايش اقل له فانت ممتع عشرة فمن عندك فهو سيدنا موسى عليه السلام اتم افضل الاجلين عشر سنوات وفي نفس الوقت انه ايش حتى تسقط عقوبة القتل اللي هو قام بيها طب ما هو منزوج بنته طيب وبعد كده يقول له ترجع لأهلك تأخذها خلاص وترجع لأهلك ايوا تقعد عندي يعني اللي هو الشغل ايوا الشغل عشر سنوات تقعد عندي بعد كده بتاخد زوجتك وأولادك تاخدهم طيب موسى عليه السلام بعد العشر السنوات دي رجع الحنين ايش بده يرجع لأمه يرجع لأمه اللي ربته ويرجع لأمه اللي أرضعته ويرجع لعيلته يعني مهما كان هو بعيد عن بلده عشر سنوات نعم فمهما كان الشوق والحنين يدعوه انه يرجع الى اهله طيب فقضع أبر الأجلين وأطولهما الآن يبغى يرجع طبعا زوجته اسمها صافيرة يقال في بعض الروايات ان اسمها صافيرة اللي هي زوجة ايش موسى سيدنا موسى عليه السلام لما نجاي خارج لحين الآن بعد عشر سنوات هتخرج بايش القطيع حق الأبو البنتين شعيب هو رجل الصالح ده كله كان أسود كله كان لونه أسود طيب انت بتخرج لها مكافأة نهاية الخدمة صح ولا لا عن كل سنة ايوه لا هو السنة قاله ايش قاله فسيدنا موسى عليه السلام قال لي لزوجته قال لها قولي لأبوك يعطيني هنا يعني يعطينا شيء من الغنم حتى نستطيع ان احنا نعيش به نبدأ بي حياة لحنا نسميه مكافأة نهاية الخدمة فقام قال له قال له اي الآن الاغنام الحوامل اللي عندك اللي تشوفها حامل اي وحدة تتولد ويكون لونهما هو أسود فهو لك شفتي طيب ماذا ليه كده ليه كده حصل استني هو سبحانه العظيم شوفيش عشان يوريكي كيف ايش سيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى عليه السلام عنده العصايا حقته الراعي دي العصايا اللي حيكون ليها شأن كبير الراعي لازم تكون معها عصايا طيب فكان سيدنا موسى عليه السلام ايش يسوي لمن يسقي الغنم وتكون حوامل يقوم يخبط بطنها خطة خفيفة كده بالعصا ويقول شاتن شا يعني ايش انا ابغى انا ابغى شا هنا شا لمن ولدت كل الأغنام اللي ولدت كان لونها أبيض ما هو لون أسود بس هو بس انا باعرف ليش ليش الحكمة اللي كتاب هو عجل طيب هو شوفي خايف يمشي مو خايف يمشي هو لو قل له سبحان الله العظيم انا اعطيك نصه قد يظلموا فيه ولو اعطيك كله قد يظلموا فيه وقد يظلم نفسه لانه ممكن بس كأنه كان التعقيد تفضل نعم انا قلت زي مكافأة لكن هي واسمها مكافأة يعني تفضل من صاحب العمل انه يعطيك هي صاحب العمل عنده كل الأغنام حقته طيب هو عايش هناك لو عطاله هي كله لو عطاله نصة طيب افرض اللي عنده ماتت فقام قال له شوف الحوامل اي واحد يطلع لونها ما هو اسوأ شي لاوروح شي لاوروح فسيدنا موسى عليه السلام كان لما يسقي الغنم يقوم ايش يخبط على بطنها فولدت لما نوتو ولدت كلها كلها كانت ألوانها غير سبحانه العظيم فأخذها موسى هو كان يخبط هذي الخبطة بغية هذا الشي بطلب هذا الشي بيقين بالله انه ربنا حيرزقه لأنه قال ربني لما نزلت عليه من خير فقير طيب شوفوا سبحان الله العظيم ايش يعني يعني كيف الثقة واليقين بالله انه هو حيرزق الرزاق فلما نولدتها فأخذها بعد كده خرج من فين من مدينة الآن قضى موسى الأجل وسار بأهله الآن حيقطع صحراء سينة ويرجع لفين لمصر نعم طيب فهنا لما نخرج قال عسى أن يهديني ربي سواء السبيل الآن كانت الدنيا ظلام في الليل وباردة ليلة شاتية باردة تعرف برد الأردن وهناك فلسطين وفي صحراء بردهم برد شديد فهو خرج في فترة برد وما كان على أضاع ضاع في الطريق في الطريق تاه في الليل يعني لو كانت النهار موجودة ممكن أحد يدله لكن كان معاه مين زوجته والأغنام اللي معاه وفي خادمة معاه وهذا فالليل جات الدنيا ظلام والليل شاتية باردة فإيش يسوي تاه الطريق ما هو عارف فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا شاف بقريب من جبل الطور اللي فيه نهاية سيناء هناك بين الأردن نعم شاف من بعيد نار فقال لأهله أمكثوا بدلا ما يجي كلهم بالعيلة كل ما يجري بيهم لا من العيلة هي كان مرته زوجته أولاده الأغنام اللي معه الخد الخاد اللي معام هدولا كلهم فقال لأهله أمكثوا أجلسوا هنا طيب ليه لأنه هي تعبانة فما يبغي يمشيها لهناك إني آنست نارا أنا شايف من بعيد هناك نار لعلي لعلي إيش كان الترجي وكان يأمل إنه يجيب ويجي منهم شي لعلي آتيكم منها بخبر خبر فين يدلني على الطريق اللي هنضيعنا فيه يمكن من ناحيتها وشوف هناك عندهم ناس يدلوني أيوة أو إذا ما دلوني يعطوني يعطوني إذا ما دلوني يعطوني جذوة من النار يعني شوية نار كده طيب لعلي لكم تسطلون تدفوا يعني حتى على الأقل نقعد لأنه ما كانت معهم حتى طريقة يوقدوا بيها النار شايفة فكانت الدنيا ظلام مهم شايفين ولا هم شايفين أي حاجة وضيعين في الطريق سبحانه فقال لهم لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسطلون تدفوا هناك فإيش سبحان الله العظيم يعني آنس شافة هناك ولعلي من أدب الطلب طيب أدب الطلب أنه يعني لما نروح لهم ممكن تدوني أيوة طبعا إذا الله أراد أيوة فلما جاء موسى قرب من النار هادي لقى أنه كل ما يقرب منها النار تبعد طيب كأنه النار تمشي فهو كل ما يمشي والنار تبعد يحس أنها بتبعد أكثر أيوة بتمشي طبعا كلنا يمكن عارفين أنه هذا كان دليل على شي معين متح نعرفه بعد الفاصل على طول برنامجكم أحسن القصص أستاذ اعتدال إدريس وخليكم على السماء أحسن القصص مع نها سعدي والأستاذ اعتدال إدريس أحسن القصص مع نها سعدي والأستاذ اعتدال إدريس ورجعنا لكم مستمعينا في جزء الثاني من حلقة اليوم حلقة أحسن القصص مع أستاذ اعتدال إدريس أنا معكم نها سعدي طبعا مكملين وكنا بنتكلم عن النار اللي كان يشوفها سيدنا موسى عليه السلام وكان يقترب منها لكن كل ما اقترب منها كان يحس يشعر أنها بتبعد وهي فعلا كان يمكن ربما بتبعد شويتين ونعرف الآن السبب نعم لأنه كانت الليلة شاتية يعني فيها مطر عشان كده قال لهم لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلهم تصلون فكان يمشي هنا النار كانت بتمشي جهة القبلة واللي يعرف برد هذه المنطقة إلى الآن حيعرف ليه كان ضروري نعم لازم يكون هنا الجبل الغربي اللي هو الجبل الطور كان عن يمينه والنار تمشي تمشي إلى أن دخلت في شجرة دخلت جوة شجرة نشوف هشالآيات فلما آتاها نودية من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة لأنها مشيت ودخل النور هذا اللي هو كان يظن نار دخل النور جوة الشجرة فقال مباركة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين هنا الله سبحانه وتعالى الآن بيكلم بيكلم سيدنا موسى عليه السلام فحتى كان بيقول له يا موسى إني أنا ربك في آية أخرى في سورة طه فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا الآن توحيد الله هو قاعد الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 13 سنة عشان يثبت مفهوم التوحيد الآن في البداية أول كلمة الله سبحانه وتعالى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري بعد كده التوحيد يوم قيامة إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فشوف سبحانه وتعالى بدأ في توحيد لله سبحانه وتعالى فحتى يقال أن سيدنا موسى عليه السلام سؤل من الذي أعلمك أن الله هو الذي يكلمك طيب يمكن يكون جني يمكن يكون شي يعني إيش عرفك طيب قال كلما اقتربته من مصدر الصوت أو ابتعبت لم يزد انخفاضا أو يزدد ارتفاعا قانون الصوت تعالي أنت بتتكلمي معايا طبعا الآن لو جيت قرت منك صوتك سيكون أقرب وعلى أقرب وعلى لو بعث عنك الصوت حيقل طيب لكن هنا لأن الله سبحانه وتعالى خالق الزمان والمكان طيب الصوت هو هو طيب هل الصوت والكلام زي كلامنا إحنا فنقول إن الله كلم موسى بلا حرف ولا صوت ولا كيف ولا طريقة لأنه كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك لا تفكروا إنه الكلام اللي الله سبحانه وتعالى تكلم سيدنا موسى زي كلام ليكم أنا طيب كل ما يخطر بشيء ببالك ليس كمثله شيء فليس بحرف ولا صوت ولا كيف ولا طريقة وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لما سيدنا الإمام مالك لما سأله الرحمن عن العرش استوى فقال له كيفية الاستواء فقال سبحان الذي استوى على العرش بالطريقة التي قال وعلى الوجه الذي أراد فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته قدرته وفي قبضته والاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فإحنا لا نسأل لا يجي واحد يقول طب كيف كلم الله إيش إحنا عندنا الآيات إنه قاله إنني أنا الله نخلص نعرف كل شيء بقى هذا المعلوم إيه طيب إحنا كده فليس لنا أن نسأل كيف كلم الله إيش موسى طيب فهنا يعني خلاص شوية الآن قاله إيه وما تلك بيمينك يا موسى إيش اللي في يدك اليمين ما سألوا سؤال ما هو معرفة ولكن سؤال علشان أبغى إزا ما تقول زي مدحن ويقول لك إنتي إيش ماسكة في يدك حتقولي مثلا ماسكة في يدي جواني ماسكة في يدي هنا طبعا أنا شايفته قدام عيني لكن أبغى أقررك أبغى أقررك أنا وأبغى هيئك إنك إنتي حتقولي لهذا الرد وإنك حتستعملي الشيء هذا اللي إنتي إيش ماسكة في يديك أو شيء فالله سبحانه وتعالى قال له إيه وما تلك بيمينك يا موسى قال له إيه قال له آه هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي طيب وليا فيها مآربة أخرى يعني سبحان الله العظيم يعني سيدنا موسى كان مترب في مصر وعاش في مصر فيحب يتكلم يعني الأخوان المصريين زهم الله خير حب يتكلم حب يرجو ياخدوا يده معاك ما يكتفوا بهذا فسيدنا موسى هذا عارف إن الله سبحانه وتعالى فهو المفروض يقول خلاص هذه عصايتي لا هو بيشرح له أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي فلما لقى إنه يتكلم في جناب الله فأختصر وقال وليا فيها معاربة أخرى يعني ما رضي يكمل ويحط عليها أشياء أشياء كثيرة يعني فيه كلام مرة حلو كان لواحد عرابي بس ما ما يحن دين أقول لكم هو دحينة إنه قاعد بيوصف إيش المآرب الأخرى اللي بيسوي فيها إيش في العاصة هنا فقام إيش قال له ألقيها يا موسى وفي آية ثانية وأن ألقي عصاك إذن هو سألوا قال له ألقيها وفي سورة القصص هذه في سورة طاها قال ألقيها يا موسى وفي سورة القصص قال إيش وأن ألقي عصاك لما نرمى العصايا حقه حقته إيش صارت العصايا دي صارت تهتز شوفي في آية كأنها حية تسعة وفي آية كأنها جان وفي آية ثعبان مبين فألقي عصاهم فإذا هي ثعبان مبين طب إيش صارت العصايا حية كانت صغيرة طيب فبدأت تنتفخ وتأكل الحصا أمامها فصارت إيش ثعبان مبين كبير وكأنها جان الجان هذا نوع من أنواع ليس الجن الجان نوع من أنواع الثعابين مشهور بسرعة الحركة والاهتزاز والاضطراب فصارت العصايا صارت أول مرة ثعبان ثعبان صغير كده كبرت صارت حية بعد كده حية عظيمة صارت تتحرك تتحرك وتهتز وتضطرب تأكل كل الإيش اللي قدامها الحصة والحجارة تأكل قدامها سبحان الله هنا سيدنا موسى عليه السلام جات في الطبيعة البشرية يعني في البداية كان بيكلم الله الله سبحانه وتعالى ما خاف لما شاف الحية الكبيرة دي والطراب العصايا كأنها جان لأنها صارت ثعبان ثعبان وحية وجان تتطرب فولى مدبرا هرب ولم يعقب لم يعقب ما رجع يعني ما هو راضي فناداه الله سبحانه وتعالى أن يا موسى أقبل ولا تخاف تعال إنك من الآمنين لا تخاف يا موسى أقبل ولا تخاف إنك من الآمنين فهنا لا أو حتى في آية أخرى يا موسى لا تخاف إني لا يخاف لدي المرسلون شوفوا سيدنا موسى عليه السلام من خرج من مصر كان عمره 30 سنة رجع لها الآن عمره 40 سنة اللي هي سنة الرسالة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة الرسول صلى الله عليه السلام لما أوحي إليه كان عمره 40 سنة هل في شيء معين لأربعين سنة هنا نقدر نتعلم أستاذ اعتدال هي إنه أشد الإنسان اللي هو النضوج والعقل والجزد كله يبلغ أشد الشيء سبحانه عظيم في أربعين سنة هناك فكانت الرسالة فهنا لما سيدنا موسى عليه السلام أدبر وخاف فقام الله سبحانه وتعالى قال له أقبل ولا تخاف إنك من الآمنين ويا موسى لا تخاف إني لا يخاف لدي المرسلين هنا الآن لسه ما في إيش ما في تكليف بالرسالة كان بيبيله التوحيد لكن ما في إيش تكليف بالرسالة فإيش أمر الله سبحانه وتعالى إنه يضع يده في فم الحية سبحانه وتعالى فلما وضع يده في فمها تحولت إلى إيش إلى عصى مرة أخرى شوفي ليش الآن خاف لأنه الله بيهيئه سبحانه وتعالى إنه إنت الآن خفت وأمنه وقال له إنك من الآمنين وإني لا يخاف لدي المرسلين ليش لأنه لما هيسير مع سحرة مع موسى مع سحرة فرعون بعد كده حيشوف قدامه شيء كبير فلازم يخاف دحينا حتى لما يقاب بعد كده حيكون إيش مطمئنة خلاصيا ومع ذلك خاف لما حنوصل للقصة ومع ذلك إيش خافنا سبحان الله العظيم طيب فإيش قالوا خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى خذها ولا تخف حط يده في فمه طيب فرجعت إيش عصى كما قالت جادوا الآية التانية أسلك يدك في جيبك دخل يدك في جيبك في الجيب جيب الرداء حقك المشلح يعني هو يسمى الرداء اللي هو فوق الملابس حقتك هذا أسلك يدك في جيبك دخلها وخرجها تخرج بيضاء من غير سوء يعني كانت خرجت يده منيرة كضوء القمر من غير سوء يعني سيدنا موسى عليه السلام كان أسمر أو بالأحرى أسود لأنه من بلاد النوبة هناك جنب السودان فكان لونه أسود فلما تجي يده بيضاء فحيعتقد الواحد أنه هذا مرض البهق اللي فيه طيب أنه أنت مريض لكن قال له من غير سوء يعني من غير مرض حتخرج إيش يدك منيرة بيضاء ماهو مرض شعرفة تخرج إيش بيضاء من غير سوء وبعدها إيش شوفي الآية الجميلة هادي وضمم إليك جناحك من الرهب إيش معنى دي الآية معناته لما أنت حس بالخاف ولا شيء حط يدانك كده على قلبك يسكن تعرف كيف إحنا معض الحالة لما نجي نخاف نقوم نحط يدنا كده نضمها صحيح طيب لا شعور لا شعورية أنت بتحطيها فهنا الله سبحانه وتعالى لما يقوله أنت حتخاف وتحس بالرهب أضمم إليك جناحك جناحك لهي الدينك حطها على قلبك حيسكن بأمر الله بإذن الله فداناك برهانان من ربك إلى فرعون وملأي إنهم كانوا قوما فاسقين الآن حيجيلوا الرسالة نستكمل الحلقة الجاية بإذن الله من برنامجكم أحسن القصص أستاذ عتدال إدريس أنا معكم نوه سادي فأم الكريم أنتبه على بعد أحسن القصص مع نوه سادي والأستاذ عتدال إدريس